أمامنا رسم بياني بالصور نسميه بهذا الاسم لأنه يستخدم صورا لتمثيل المعلومات في هذا المثال يستخدم الرسم صورة فأر وتعني الصورة الواحدة منها فأرا واحدا ما هي المعلومات التي يعرضها هذا الرسم البياني؟ عنوان الرسم هو الفئران في المزرعة يعرض لكم هذا الرسم عدد الفئران الموجود في أماكن مختلفة من المزرعة كما ترون الفئران موجودة في أماكن مختلفة كالبيت مثلا أو الإستبل أو في الحديقة أو في المخزن صور الفئران التي ترونها فوق اسم المكان تخبرنا بعدد الفئران الموجود في ذلك المكان مثلا لمعرفة عدد الفئران في البيت عليكم عدها يقول الرسم هنا أنه يوجد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد يساوي أربعة فئران يوجد في البيت أربعة فئران اكتبوا أربعة إلى جانب الرسم أربعة فئران في البيت كم فئران يوجد في الإستبل؟ عدوها بنفس الطريقة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة يوجد ست فئران في الإستبل باللون الأزرق ماذا عن الحديقة؟ انظروا إلى الرسم عدد الفئران يساوي ثلاثة لاحظوا أن الصورة الواحدة كان يمكن أن تعني عددا مختلفا من الفئران لكن في مثالنا كل صورة تعني فئرا واحدا إذن يوجد ثلاث فئران في الحديقة أما بالنسبة للمخزن لديكم فئران في المخزن كما ترون في الرسم لو سألتكم ما مجموع عدد الفئران في المزرعة؟ لإيجاد ذلك عليكم أن تجمعوا هذه الأعداد أربعة زائد ستة يساوي عشرة زائد ثلاثة يساوي ثلاثة عشر زائد اثنان يساوي خمسة عشر هناك خمسة عشر فئرا في المزرعة مرة أخرى التمثيل البياني بالصور هو طريق لعرض البيانات والمعلومات باستخدام الصور هذا الرسم في مثالنا يعرض لنا عدد الفئران في مواقع مختلفة من المزرعة فإذا سأل أحدهم كم عدد الفئران في الإستبل؟ تقولون يوجد ست فئران لو سأل ما مجموع الفئران في الحديقة والمغزان تجيبون ثلاثة في الحديقة زائد اثنان في المغزان ويساوي خمسة ولو سألوكم ما عدد الفئران في المزرعة كاملة يكون المجموع هو عدد الفئران في جميع الأماكن المذكورة أربعة زائد ستة زائد ثلاثة زائد اثنان ويساوي خمسة عشر فئران ترجمة نانسي قنقر